المبادرة التي جاءت تحت شعار اكتشف العلوم كانت بالتنسيق بين جامعة هواري بومديم للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة النقل الحضاري وشبه الحضاري ايتيزا الهدف من هذه الحافلة العلمية هي تقريب العلم من المواطن ودخل هذه الحافلة كما رحك رح نشوفه كثير من الكليات جامعة هواري بومديم العلوم التكنولوجيا كثير من البيولوجيا كثير من العلم الأرض كان العلم الألي كان الانتليجيون سرتيفيسيال كان الهندسة المدنية كان هندسة الميكانيكية كان هندسة طرائق طفل وشي رح يدير لفامي طلعوا في هذه الحافلة وين يلقوا أساتذة باحثين يلقوا طلباء رح يفهمونهم بشكل مبسط قامت مؤسسة النقل الحضاري والشبه الحضاري لمدينة الجزائر ايتيزا بتنسيق مع جامعة باب زوار بوضع حافلة العلوم لطلبة باب زوار لإيصال أفكار وابتكاراتهم للزوار والتلاميذ المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من التلاميذ والطلبة والشغوفين بكل ما له صلة بالعلم والتكنولوجيا أين تلقوا شروحات من الباحثين وأصحاب مشاريع التخرج كما كانت المناسبة فرصة لمعايشة مخابر البحث العلمية جميعيين حفزوني باش نتعمق في هذا الضمان تلكنولوجيا وأنا فرحانة وأحبت لطبيبا حافلة العلوم ستجوب كل بلديات الجزائر العاصمة وستسعى لإخراج الأفكار والبحوث من قاعات المحاضرات ونقلها وتقريبها للعائلات والأطفال على أمل أن تجسد هذه الفكرة في باقي جامعات الوطن موسيقى اشتركوا في القناة